شهر الخير هو رمضان وفيه تكتر أيضا قراءة القرآن رمضان والقرآن الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لئل الألباب ليخلصهم من أسر التراب وقلق الارتياب ويرفعهم إلى مقام الاقتراب ومن ثم جاء الوحي حاليا بالأحرف السبعة وكمال السلعة ونفيس الخطاب حافلا من الأسرار بالعجب العجاب وجعله آيته الممتدة على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وكتب بين يديه ديوانا وفسر بسيرته حتى استوى على صرحه أركانا بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ما أجمل هذه الآيات من سورة يونس وارتباطها بالقرآن الكريم والإطناب في قراءة القرآن الكريم وصولا للبشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ونحن في شهر القرآن بين الصيام والقيام وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن والخطاب لحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ضمير مخاطب في القرآن الكريم لا تنسى أن أول المخاطبين به هو الحضرة المحمدية الذي جاء مصدقا لرسالات السماء وزاد عليها والذي ينسى هذا حتما سيضعف في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أنت يا محمد ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه رب العالمين يشهد والملائكة تشهد وأولو العلم يشهدون وستشهد علينا أعضاؤنا يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذي وفيهم الله دينهم الحق البطولة أن تعلم الدين الحق في الدنيا لأنك أيها الإنسان جئت للدنيا كي تعلم هذه الحقيقة وهذه الحقيقة هي مطمورة في كل منا يولد الولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقضيتك الأساسية والأولى والأخيرة أن لا تضيع العهد وأن يبقى هذا العهد دائما في بؤرة شعورك وفي حافة شعورك ولذلك كانت الصلاة تذكرنا والوضوء يذكرنا والأذكار تذكرنا بل أن الذكر لغة هو ضد النسيان ومن أسماء القرآن الذكر بمعاني مختلفة والعبادة أذكار والمقاليد التي تمسك السماوات والأرض أن تزول هي الأذكار هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلما أفضت في الذكر وفي التلا وربك سبحانه وتعالى شاهد والملائكة حفظتك يشهدون عليك ويكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقلنا أن الدين معنى من معاني الدين هي الملائكة الحفظة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا نون العظمة الله سبحانه وتعالى هو المتحدث إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذن الذكر والعبادات لا تنسى أنك في رمضان كل من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش عقلك بين الآيات المقرؤة التي تدلك على الآيات الكونية لتتعرف ببصيرتك على ربك وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب عن ربك ما يخفى عنه كلما تذكرت هذا ومن الذي يتذكر؟ هو المؤمن هو التقيه هو التائب والذي يجدد التوبة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ثم يأتي النداء الذي يلفت الانتباه ألا إن أولياء الله والمد هنا دائما الزيادة على المد الطبيعي عندما نزيد في المد في القرآن توسط أو طويل كله من أجل لفت الانتباه لمعنى أقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم يعفوك وبرحمتك يا أكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا